في السياق شكلت وزارة التربية والتعليم أمس لجنة تحقيق رسمية في شبهات فساد بتزوير وبيع شهادات ثانوية عما توجيه غير أردنية كشفت خلاله تفاصيل عديدة وشدد وزير التربية عمر الرزاز أن الوزارة لن تتردد في تحويل أي متورط إلى القضاء بعد أن يثبت تورطه بفساد أو عمليات غير قانونية سواء من مؤسسات رسمية أو غير رسمية